موسيقى السلام عليكم ورحمة الله الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائية ناقش محافظ تعز نبيل شمسان مع وفد الأمم المتحدة لشؤون الأمن والسلامة برئاسة إدجاردو جيريسيا ترتيبات قيام المنظمات الدولية بممارسة أعمالها في مركز المحافظة وفي المديريات وأكد شمسان أن المحافظة قامت بكل الترتيبات اللازمة لقيام المنظمات الأممية بإدارة نشاطها من مركز المحافظة وعلى أهمية التوجه التدريجي نحو تنفيذ مشاريع تنبوية مستدامة وتدخلات لمعالجة الآثار الناجمة عن الحرب والحصار فيما استعرض مدير الأمن العميد منصور الأكحلي وقائد القوات الخاصة العميد جميل عقلان ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي نبيل جامل استعرضوا الإجراءات المتعلقة بتوفير المناخات الآمنة لعمل المنظمات منوهين إلى أن السلطة المحلية تحرص على تقديم كل التسهيلات والمتطلبات للمنظمات بما يمكنها من تنفيذ مشاريعها وتدخلاتها الإنسانية في المحافظة قام وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي ومدير عام مديرية خور مكسر عواس الزهري قام بوضع الحجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل مدرسة العريش للتعليم الأساسي والمتمثلة بهدم وإعادة بناء سور المدرسة وإعادة ترتيب المنظومة الكهربائية ويشمل المشروع إعادة تأهيل مدرسة العريش بخور مكسر في المرحلة الأولى المتمثلة بهدم السور وإعادة بناءه وترتيب المنظومة الكهربائية بدعم من المجلس المحلي في المديرية وأكد الوكيل الشاذلي أن المشروع الذي تقوم به السلطة المحلية بخور مكسر وهو إعادة المنظومة التعليمية في المديرية يعتبر من الأعمال العظيمة لأن الاهتمام بالتعليم ومؤسساته التعليمية هو أساس التنمية وإعادة بناء المجتمع شاكرا محافظ عدن أحمد حامد لملس على رعايته لمثل هذه المبادرات والمشاريع الخدمية في إطار التربية والتعليم بدوره قال مدير المديري عواس الزهري أننا نضع حجر الأساس لمشروع هدمي وإعادة بناء سور مدرسة العريش للتعليم الأساسي وتوريد وتركيب الأجهزة الكهربائية فيها بدعم من السلطة المحلية بالمديرية جرى بمدينة المكلة توزيع أصول الصيد لصغار الصيادين بالمحافظة الذي تنفذهم واسسة تنمية القيادات الشابة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتأتي عملية التوزيع ضمن مشروع عشسب الكسب العيش وبناء قدرات صغار الصيادين من أرباب الأسر في محافظتي عدن وحضر موت والممول من اليابان وبالتنسيق مع الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي والذي يتضمن توزيع خمسين قارب صيد مع المحرك والشباك في محافظة حضر موت ومثلها في عدن وفي حفل التدشين أكد وكيل محافظة حضر موت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق أكد حرصة واهتمام السلطة المحلية بالمحافظة بشريحة الصيادين بما من شأنه الإسهام في تحسين أوضاعهم المعيشية والإنتاجية مستعرضا جملة من الإجراءات والتدخلات التي تمت في القطاع السمكي بدوره شدد وكيل الثروة السمكية محمد علان على ضرورة دراسة المخزون السمكي في الشريط الساحلي فيما أشار رئيس الهيئة العامة المصائد السمكية في البحر العربي المهندس يسلم باب الغوم أشار إلى أن الهيئة عكفت على مدة سنة أو لمدة سنة وبالشراكة مع مؤسسة تنمية القيادات الشابة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإنجاح المشروع الذي سيسهم في دعم الصيادين وبناء قدراتهم لزيادة إنتاجهم مواكبة للطلب المتزايد على المنتجات السمكية كأمن غذائي واستثمار صناعي وقع صندوق صيانة الطرق والجسور مع المؤسسة العامة للطرق والجسور بالعاصمة المؤقتة عدن عقد تنفيذ مشروع صيانة وترميم الجسر الصيني بمدينة المكلة في محافظة حضرموت ينص العقد على تكليف المؤسسة العامة للطرق والجسور لترميم وصيانة الجسر الصيني بالمكلة بتكلفة تصل إلى ثمانين مليون ريال يمني وبفترة زمنية تقدر بثلاثة أشهر من وقت تسليم موقع المشروع وقع العقد عن الصندوق رئيس مجلس الإدارة المهندس معين الماس وعن المؤسسة المدير التنفيذي المهندس علي أحمد حسن الجديد بالذكر أن الجسر الصيني بالمكلة تم بنائه عام ألف وتسعمائة وسبعين بطول ثلاثة وخمسين مترا تقريبا رأس الدكتور الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن في كلية الطب والعلوم الصحية اجتماعا لمتابعة مشروع المستشفى التعليمي الجامعي الممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للتعجيل والإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذه وفي مستهل الاجتماع شاد الدكتور لصور بالجهود المبذولة من قبلهم والتجاوب البناء في سبيل إنجاح هذا المشروع الاستراتيجي والذي جاء في وقت ينتظر فيه الكوادر أو تنتظر فيه الكوادر المتخرج التأهيل الحقيقي القائم على أفضل الوسائل التدريبية وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الإسراع في الخطوات الإجرائية لتنفيذ المشروع الذي يعد الأكبر على مستوى الجمهورية اليمنية منوها إلى أن هذا الصرح الطبي والتعليمي سيكون مصدرا رائدا لتنمية المعرفة الطبية المستمرة والتعلم للأطباء والمختصين في مجال الرعاية الصحية وتقديم برامج طبية تعليمية عالية الجودة وناقش الاجتماع والإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع وإنزال الإعلان على المناقصة التنفسية لتنفيذه وفقا لوثائق المشروع المصادق عليها من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي من جانبه استعرض الدكتور أبو بكر محمد بارحم مدير مركز الاستشارات الهندسي ومدير وحدة تنفيذ المشروع كافة الإجراءات والمتابعات مع كل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمصادقة على وثائق المناقصة والتي تم تحديثها ومراجعتها من قبل الشركة الاستشارية إيربتيك جردانا والمتضمنة الثلاث مراحل حيث تتضمن المرحلة الأولى مراجعة وثائق المناقصة والمشاركة في التأهيل المسبق للمقاولين ومساعدة صاحب العمل في التحضير للعطاء والتقييم والتعاقد كما استهرض الجدول الزمني للمشروع لمرحلة المناقصة لإجراءات المطلوب اتباعها ويحتوي المشروع كسعة استيعابية 400 من الأسرة على مساحة تقدر بـ 134,750 مترا مربعا بطول 550 وعرض 240 مترا في الموقع المحدد له في الحرم الجامعي بمدينة الشعب ويتكون المبنى الرئيس من أربعة طوابق وملاحقها وفقا للمعايير الدولية في تصميم المستشفيات بالتنسيق مع الهيئة العامة للكتاب وبدعم من صندوق النظافة والتحسين افتتحت مبادرة جيل واعي في مجمع النصر الطبي بمحافظة مأرب المكتبة الثقافية واستراحة القارئ المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد الجداسي بدعم صندوق النظافة والتحسين وبالتنسيق مع الهيئة العامة للكتاب افتتحت مبادرة جيل واعي المكتبة الثقافية في السكن النصر الطبي لليرحى أثناء تلشين أكد المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين المهدس محمد عطية ومدير عام فرع الهيئة العامة للكتاب ناصر الشريف أهمية وجود مثل هذه المنابر الثقافية في مجمع النصر الطبي بسم الله الرحمن الرحيم تشرفنا اليوم بمعية الأستاذ ناصر الشريف مدير هيئة الكتاب بمحافظة مأرب مدير عام هيئة الكتاب بمحافظة مأرب بافتتاح المكتبة الخاصة بمجمع النصر في مدينة مأرب والخاص بجرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وإن شاء الله بإذن الله أن تكون هذه هي البذرة التي تنطلق منها إن شاء الله مرحلة التوعية والتثقيف لشبابنا وخاصة الجرحى الطالة من الجرحى الجيش الوطني وإن شاء الله بإذن الله نأمل مع إدارة المجمع أن تكبر هذه المكتبة إن شاء الله معرض الكتاب الذي يقيم في مطلع العام الماضي مبادرة جيل واعي قامت بجهد جميل في جمع كمية لا بس بها من الكتب نشكر الإخوة في صندوق النظافة والتحسين الذي كان لهم دور مهم وبارز في دعم هذه المكتبة في هذا اليوم المبارك يتم تدسين الفتاح من مكتبة الجرحى في مجمع النصر الطبي بمساهمة فاعلة من الأستاذ أحمد عطية مدير صندوق النظافة والتحسين والأستاذ ناصر الشريف مدير الهيئة الحامة الكتاب محافظة مارب بمشاركة مبادرة جيل واعي الذي كان لها البصمة الأكبر والثمر الكبيرة في وصول هذا الحلم إلى حقيقة في يومنا هذا مبادرة جيل واعي وأحد الجرحى أشادوا بمثل هذه المبادرات الثقافية كما كان الدور الأكبر لمبادرة جيل واعي ممثلة بجميع أعضائها وبهيئتها وهيكلها الإداري في التنسيق بين هذه الجهات وفتاح المكتبة وهنا نحن اليوم نرى ثمار جهودنا التي بذلناها بشكل وتواصل لفترة لا بأس بها نريد بإذن الله أن تدعم مثل هذه المشاريع في المستقبل أشكر بصفتي أحد الجرحى أشكر كل من قام بهذه المبادرة وبهذه العمل الرائع والعمل الجميل الذي نقضي به أوقات فراغنا ونسعد به ونطور وعينا الجمهوري ونطلع على تاريخ اليمن العظيم التنوير الثقافي من أهم المجالات التي تعود بالنفع والفائدة على الفردي والمجتمع لقناة عدن الفضائية محمد قداسي محافظة مارب إلى تعز حيث جرى تدشين مشروع إنارة شوارع رئيسية بالمدينة بالطاقة الشمسية والذي ينفذه ملتقى من نظمات المجتمع المدني الذي يستهدف إنارة عشرة شوارع رئيسة ابتداء من جولة الصقر وامتداد شارع جمال إلى شارع الحوض ومستشفى الثورة العام المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة نعائم خالد دشن مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بتاعز عبدو علي ومدير عام مكتب التقطيط والتعاون الدوليين بالجامل مشروع إنارة الشوارع الرئيسي لمدينة تاعز بمصابيح الطاقة الشمسية وذلك بهدف التسهيل على المواطنين الصير بالشوارع ليلا بكل يسر وسهول والمساهمة الفاعلة في حفظ السكينة والأمن مع تعزيز السلامة المرورية ليلا من خلال استهداف عشر شوارع رئيسية للمدينة بتنفيذ ملتقى منظمات المجتمع المدني بتاعز نحن بدورنا في مكتب الشؤون الاجتماعي والعمال نتقدم بالشوكر القزير كل العاملين في هذه الموصة التي تقوم بأدوار كبيرة وتعمل على عادة تطبيع الحياة في تأسيس مشاريع تنموية في محافظة تعز ندشن فعالية مشروع إنارة مدموعة من شوارع مدينة تعز الرئيسية هذا المشروع هو عبارة عن أول تدشين لملتقى منظمات المجتمع المدني في محافظة تعز والذي يضم أكثر من خمسة عشر منظمة ومؤسسة محلية فاعلة في هذا الإطار واليوم نبدأ التدشين بهذه المبادرة التي كانت ممولة من إحدى المنظمات أو المؤسسات المنضوية في إطار هذا الملتقى وهي مؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي كمبادرة أولية ومن ثم شراكة بقية المنظمات في عملية التنسيق والتغطية الإعلامية وإن شاء الله سيكون هناك مشروعات قادمة لهذا الملتقات المساهمة دينة تعز ومشروعات كبيرة سيكون هناك إنارة لعشر شوارع رئيسية في الخط الرئيسي العام ابتداء من قولة وادي القاضي وانتهاء بقولة الأخوة وأيضا شوارع فرعية ورئيسية وهذا المشروع سيقدم نوع من الخدمة المجتمعية لنوع من حفظ الأمن والسلامة في إطار المدينة والشوارع لينعم المواطن بنوع من الأمن والأمان والذي سيحقق جز من مساهمة ضمن الإطار العام لحفظ الأمن العام في محافظة تعز ملتقى منظمات المجتمع المدني في تعز قام بخطوة قادة في إنارة شوارع تعز التي تحتاج الاهتمام وتثبيت الأمن والنظام في محافظة تعز معايا مخالد قناة عن الفضايا تعز إلى لحج حيث وزع اتحاد نساء اليمن في المحافظة المشاريع الصغيرة للمستهدفات ضمن مشروع سبل العيش والتمكين الاقتصادي عبر المساحات الآمنة للنساء والفتيات بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان حيث جرى تسليم أدوات التمكين بحضور أمين عام الاتحاد سميرة سالم بحرق لعدد 35 مستهدفة في ثلاث مجالات هي الرسم والجرافك وصيانة الجوال والمقشرات والكريمات وأوضحت رئيسة المساحات الآمنة بالمحافظة أمينة محمد زيد أن عدد المستهدفات توزع على 13 متدربة في الجرافك والرسم وأربع عشرة متدربة في صيانة الجوال وثمان متدربات في دورة المقشرات والمكياج مشيرة إلى أن أنشطة المساحات الآمنة للنساء والفتيات بالمحافظة تقوم على خدمات الدعم النفسي والتدريب وتطوير البهارات الحياتية والتمكين الاقتصادي بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان انتهت أخبارنا المحلية في أمان الله اشتركوا في القناة